نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة لخص خاصة منظومة التعليم العالي تزامناً مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لخص خاصة منظومة التعليم العالي تزامناً مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن كما شدد على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخص خاصته وتلتزم الدولة بموجب الدستور بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحل مع تقديم خدمات تعليمية متطورة وقائمة على ضمان الجودة وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفريقة باعتبار التعليم حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون